وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا بسبب شح المخزون أمريكا لن ترسل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لن ترسل صواريخ بعيدة المدى المطلوبة من قبل أوكرانيا بسبب قلق واشنطن من نفاذ مخزونها العسكري التكتيكي وبحسب تقرير نشره موقع بوليتيكو فإنه في الاجتماعات الأخيرة في وزارة الدفاع البينتاجون أخبر المسؤولون الأمريكيون ممثلوا أو ممثلي كييف أنه ليس لديهم أي أنظمة صواريخ عسكرية تكتيكية لإعطائها لهم وفقا لأشخاص على الدراية بالمحادثات وأشار التقرير إلى أن نقل منظومة ATACMS الصاروخية إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية سيقلل من مخزونات أمريكا وسيضر باستعداد الجيش الأمريكي لخوض معركة في المستقبل هذا القلق إلى جانب مخاوف الإدارة الحالية من أن أوكرانيا ستستخدم صواريخ بمدى 190 ميل للهجوم على عمق الأراضي الروسية وعبور ما قال أيضا لكريملين أنه خط أحمر هو السبب وراء عدم قيام الولايات المتحدة بشحن المنظومة ATACMS إلى الخطوط الأمامية في الوقت القريب تقييم البنتاجون لمخزوناته يعتمد جزئيا على العدد الأسلحة والذخيرة الذي يعتقد المسؤولون أنهم قد يحتاجون إليها لمواجهة العدو لم تتم مراجعة هذه الخطط بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا ولم تقم بإعادة فرز المخزونات التي قد تحتاجها الولايات المتحدة لمواجهة ضعف روسيا قال أحد المسؤولين الأمريكيين الذي تحدث أيضا مثل آخرين بشرط عدم الكشف عن هويته إن أحد أسباب تردد الجيش الأمريكي في إرسال ATACMS هو الرغبة في الاحتفاظ بمستوى معين من الذخيرة في المخزونات الأمريكية